وَعِبَادَةً وَزُلْفَى إِلَى اللَّهِ أن يتودَّد إلى زوجته وأن يُحسن معاملتها وأن يُحْتَرِم شخصيتها وأن يُبرِّه حُبَّه لا وهذا الحُب له علائم وأمارات تشيي به وتدُلُّ عليه مثل أيضاً أن يُحِب أهلها وأن يُحترِم أهلها أبويها وإخوانها وأخواتها وأن يُحْسِن إليهم إذا كان في موقع الإحسان دون تجريح ودون إمتنان هذا يُدل على أنه في حب وفي صدق مع توفير الاحترام للجميع أنا كنت أود أن أقول كلمة ولكن سبحان الله سبقاني للثاني إلى كلمات أخر هذه الكلمة أعتبر أنها من ضرورات الحياة الزوجية من ضرورات الحياة الزوجية أن أجعل زوجي أن أجعل زوجتي حماً محميًا لا أُسوّغ لأحد لا لأبي ولا لأمي والأب والأم على الرأس والعين ونعمة ألف عين ولهم كل الحق ولكن أن يجور على زوجتي غير مسموح غير مسموح انتبهوا ما إحنا العقل المسلم عقل متهتك يا جماعة كما قلت لكم الأمور عنده غير واضحة باسم أنه باسم بر الوالدين آه إذن يحق لأبي لأمي لأخي لأختي للعائلة أن تُهين زوجتي أن تستذلها أن تجور عليها وهي عليها بس اسكت يؤتق الله وبهم بشموسك أهلية أيش الكلام الفرق هذا؟ أي دين هذا؟ أي عادات؟ من قال لكم هذا؟ هذا ظلم والله هذا ظلم حقيقي يُغضب الله ورسوله هذا لا يرضى به الله تبارك وتعالى حما وكما أقول دائماً إذا كان أهلي يحبونني ويحترمونني فمن حبي احترام زوجتي أن تُحترم هذه زوجتي وهي مسؤولاً مني شرفها من شرفي كرمتها من كرامتي هي حمن محمي لن أسمح لأحد من قرابتي أن يُذِلها أو يُهينها كما لن أسمح لها طبعاً أو له بالمقابل أن تتطاول أو تتنمر على أحد من عائلتي أو من أقربتي حتى من أصدقائي كل شيء ما كان الإسلام دين المُحترمين دين الإحترام دين التوقير دين الرحمة مودة ورحمة هذا كله داخل في المودة والرحمة الحقيقية ليس الزائفة الاجتماعية التظاهرية فانتبهوا لهذا وهذا النقطة تحتها خبيء كبير كبير إحدى أكبر المسائل التي ينشب بسببها خلافات كثيرة تصل إلى الفرقة وإلى الطلاق المسألة هذه والله إني لا أعلم عن أزواج أنهم يتركون أزواجهم في كل أسبوع ثلاثة أرباع الأسبوع خمسة أيام وستة أيام قال إرضاءاً للأم أم ماذا؟ أم ماذا؟ قال لك آه الأم الأم تريد ابنها دائماً عندها وأن يقوم على خدمتها مع أن هذه الأم لها أولاد آخرون ولها بنات أخريات وبعضهم يسكنون عندها في البيت لا عليه أن يأتي من بيته وأن يلزمني خمسة أيام وستة أيام في الأسبوع وتسمح لهم مرة أو مرتين وعلى مضض أن يذهب يواصل زوجته وأولاده ماذا؟ أي دين هذا؟ أي عادات هذه؟ من الذي فهمك يا سيدي؟ يا أخي يا حبيبي؟ أن هذا من بر الوالدين؟ لما لم يقل لك مثل هذه الأم؟ شخصية مضطربة هذه شخصية مضطربة نفسياً ابحثنها عن توصيف وحاول أن تعالجها إن كان العلاج بالإمكان هذه أم غير طبيعية الله يرحم الشيخ علي الطنطاوي أنا سمعت بأذني مرة يحدث عن أم كانت كل ليلة تأتي وتحشر نفسها في السرير بين ابنها وزوجته قال إيه؟ تعلقاً بابنها حباً لابنها لا كثر الله في العالم أمثال هذه الأم المريضة المضطربة نفسياً ولا كثر الله أمثال هذا الأبله الأحمق الذي يراه أن السكوت على هذه الوضعية أو هكذا وضعية مضطربة من بر الوالدين أي بر؟ أي بر وأي دين؟ أي فقه؟ ولذلك لما قل الإمام أحمد طبعاً قبل أن أقول لكم سأتلو عليكم من حديث حديث أبي داود والترمذي رحمة الله عليهما عن ابن عمر قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت تحت إمرأة وهذا التعبير في النفس منه شيء لكن تعبير عربي أعتقد أنه بقايا الجاهلية تحته كانت تحت إمرأة وكنت أحبها الأفضل والأكرم كانت معي إمرأة كانت لي إمرأة مش تحتي تعبير عربي جاهل طبعاً وهكذا كان يضع المرأة على أنها من التحوت كانت تحت إمرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها قلت لا في شخصية شفتوا عمر شخصية مهيبة لكن ابن عمر برضو شخصية قال له لا ما بطلقها طلق ليش؟ بحب أو بتحبني طلقها ليش؟ ما بطلقها عمر يلع عليه طلقها فقلت لا فابا في شخصية فعلاً يا أخي فذهب عمر لرسول الله وذكر له هنا واضح طبعاً أن المسكوت عنه شيء لا يعلمه إلا الله ورسوله وربما إي وعمر طبعاً الله أعلم لماذا عمر أمر عمر هذا نموذج العدل لكن عمر ستير ويحب الستر ولا يريد أن يبوح لابنه بما قد يجرح ربما فذكر الأمر للرسول فقال رسول الله لي طلقها قال فطلقتها وأنا فيه شيء طبعاً مسكوت عنه وهذا الدين الدين ستر ورحمة الآن في عهد الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله عليه جاء رجل وسأله قال يا أبا عبد الله إن لي مرأة وأنا أحبها وأبي يأمرني بتطليقها فأبا عليه فقال لي عبد الله طلق مرأته بأمر أبيه هو بأمر الرسول على فكرة يعني ليس بأمر أبيه بصراحة حتى يكذب على الخبر هذا فقال له أحمد بن حنبل إن كان أبوك مثل عمر فطلقها جواب ذكي ليس استهبال باسم الدين جيب الحديث أطلق أبوك قال لك أبوي هذا عمر وعلى فكرة وعمر لم يكن كافياً أمانة مع الأثر والخبر عمر لم يكن كافياً حتى أتى الأمر من رسول الله ورسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام لا يأمر إلا بما فيه رضا الله ولذلك في الصحيح في البخاري لما طلق مغيث بريرة وكانت مولا ومعتقى بلكت نفسها على كل حال ثم تبعتها نفسه طلقها وندم أحبها صار خلاف طلقها وهي فريحة لا تريده فكان ربما تكون في الطواف فيأتي مغيث يطوف حولها ويبكي تسح دموعه على خديه يريدها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وآله للعباس عمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة ثم قال لها رسول الله في أرجوع إلي فقالت يا رسول الله شافع أو آمر أنت تشفع له يعني يعني محضر خير زي ما بقوله بالعامية ولا أمر قال بل شافع قالت فلا حاجة لي فيه مجتمعات مستقلة تربية حقيقية هذا رسول الله ما رسول الله أعلى سلطة روحية أخلاقية دينية سياسية قال لي لا ما بقدر أنا أمرك ما في عندي أمرنا الله ولا ما أمرك أنا بس أنا شافع بقول لك أنا لا أحبه ولست آمرة فالنبي حين أمر ابن عمر فهو أمر الله يعلم الحقيقة لماذا أمره وما الذي ذكره عمر لرسول الله الله أعلم مواضح يا أخواني إذن هذا هو قال له إن كان أبوك مثل عمر فطلقها اليوم في عالم العربي حالات غير نادرة تقول له أمه تقول له أبوه يقول له عمه إن كنت رجلا طلقها فيقول أنت طالق ما شاء الله عليك والله لست برجل والله لست برجل والذي طلقه هو أبوك أو عمك أنت الذي تملك عقلة النكاح يا رجل من الذي يمكن أن يجبرا على أن أطلق امرأة لا أستريب فيها كيف أطلقها في غير ريبة أهواها وتهواني جب لدليل شرعي أن أطلقها لن أطلقها علشان أثبت أنني رجل لأنني رجل حين لا أستمع إلا للبرهان والدليل لمقتضى الحكمة والعدل مش رجل أتبع أي عمي وأبي والكبار والصغار في القبيلة والعشيرة أبداً حالات غريبة في المجتمعات العربية أخواني أقول لك طبعاً الإسلام كرم المرأة وأنصف المرأة لكن أنتم ما كرمتموها ولا أنصفتموها إلا ما شاء ربي وقليل ما هم كنوا واضحين قال إذا الإسلام كرمها فكأنهم هم كرموها أنتم ما كرمتموها تكرمتها أن تطبقوا فيها شرع الله الذي يرضي الله تبارك وتعالى المرأة في عهد الرسالة كانت شيئاً كبيراً المرأة في مجتمع رسول الله كانت شيئاً عظيماً جداً فعلاً شخصية حقيقية والله اليوم لا تجد مثل هذه الشخصية في أرقم مجتمعات المسلمين شخصية حقيقية وإن في مجتمعات المسلمين اليوم